بسم الله الرحمن الرحيمة عزاء طلاب طلاب عрастالث سنوى الصف الاول السنوي. احييكم معكم مسار احمد محمد النبوي. من منصة البس المباشر. اه منصة وزارة التربية والتعليم. هنبدأ احسن منعرض الدارس التاني في اه مادة الجبر. وهو عنوان جمع وطرح المصوبات. جمع وطرح المصوفات عندنا في البداية من نذكر نواتج التعلم في نهاية الدرس سوف نتعلم واحد مفهوم جمع وطرح المصوفة أو المصوفات خواص جمع المصوفات وحل تدريبات على جمع وطرح المصوفات طبعا بالصدام الخواص عندي اول مفهوم عندنا اللي هو مفهوم جمع المصوفة نريد احيانا ان نجمع ونطرح مصوفات لكي نحصل على معلومات جديدة لتحصل على مصوفة الجمع اللي هو ناتج الجمع نجمع على عناصر المتناظرة لمصوفتين بشرط طبعا اذا كانت المصوفتين ارفوا به مصوفتين على النظم من فنو يعني ايه يعني لازم المصوفتين او شرط جمع المصوفتين المصوفتين تكونان اا على نفس النظم يعني لهم نفس الرد اا ايضا مجموع الف زاد به يكون مصوفة ايضا على النظم ميم في نون يعني هنا اا ردبة المصوفة اللي هي ناتج الجمع يكون نفس ردبة كل مصوفة ويكون كل العنصر فيها هو مجموع العنصرين المنظرين في الف و ب يعني لعندي هنا مفهوم الجمع ايه لما نيجي نجمع مصوفتين لازم او شرط انهم يكونوا نفس الايه نفس الرد فهم نجمعهم ازاي من نجمع العناصر المتناظرة تعال هنا نشوف المسألة كده مسألة تطبيقية على المفهوم نشوف المفهوم هنا نطبعه ازاي اعطيني اول مثال ثلاث مصوفات الف وبيه وجيم المصوفة الف سلب اربعة و سلب واحد و سلب تلاتة و سلب سبعة المصوفة به اتنين و سلب سبعة تمانية و سلب واحد المصوفة جيم سبعة واربعة اوجد كل مما يأتي ان امكان طبعا كلمة ان امكان دي معناها انه ممكن تكون الجامع ممكن و ممكن الجامع يكون ايه ممكن طيب ازاي نعرف انه هو ممكن او غير ممكن هنذكر او هنقول لنفسي ردبة كل مصوفة فيهم المصوفة الف على الردبة اتنين في اتنين يعني فيها صفين و فيها مدين المصوفة به على الردبة او على النظمة اتنين في اتنين عشان فيها صفين و فيها مدين المصوفة جيم على الردة اثنين في الف يا صفين وعمود واحد. طيب هل الف زائد به ممكنة? بيقول لي اين امكن? يعني ممكن تكون غير ممكنة. الف زائد به ممكنة? اه الف زائد به ممكنة. طيب هنجمعها ازاي? هنجمع العناصر المتناظرة. هنجمع العناصر المتناظرة. يعني ايه? يعني السلب اربعة هنا. اللي بينظروا في المصوفة التانية اثنين. واحد يقول لي ايه? ازاي ما اعرفها? هنا ده العنصر الاول في الصف الاول على العمود الاول والاثنين هنا العناصر الاول في الصف الاول على العمود الاول. بدون العناصر المتناظرة. مجموعة سلب اربعة واثنين. سلب اربعة زائد اثنين بيساوي سلب اثنين. سلب واحد هنا العنصر المناظر في المصوفة التانية. سلب سبعة. كما مجموحهم سلب واحد زائد سلب سبعة سلب ثمانية. سلب ثلاثة هنا العنصر الاول في الصف التاني والعمود الاول يبغى نجمعها مع التمانية يبسالب سلعة وتمانية خمسة. اخر حاجة سلب سبعة وسالب واحد يبسالب تمانية. يبغى ده مجموع الف زائد بي. طبعا هللحظ انا ان الف زائد بي يكون على النظم اثنين في اثنين برض. احنا قلنا لازم المجموع يكون على نفس النظم او نفس الرد. وبالف زائد بي. في قلعة هي نفس الردة الف ونفس ربت بك. عندنا خواص الجامع احنا قلنا عندنا اول حاجة مفهومة الجامع بعد كده خواص الجامع اول خاصة لان الغلاق يعني مجموعه مصفوفتيني بيكون مصفوفة من نفس الرد. اذا كان الف وبه مصفوفتيني فان مجمعهم يكون مصفوفة على النظم من فانو. زي طبعا السؤال اللي فات عندنا الف مصفوفة على الرد اتنين في اتنين وبه مصفوفة تانية على النظم او الرد اتنين في اتنين فلما نجمعهم هيكون مصفوفة على النظم اتنين في اتنين بس طبعا بشرط انها تكون ممكنة. خاصية تانية خاصية الابدال. ايه خاصية الابدال دي? الابدال معناها هنبدل مكان الالف والبه. يعني مثلا لو انا عندي سؤال من اجمع الف زائد به. والابدال معناها ان اخلي به الاولى والف التانية توقيه زائد الف. ان لو انا بدلت الف زائد به هيكون اه بيساوي به زائد الف. انا بيقول لي بين. ازا كان الف بتلاتة وصلب واحد واربعة سفر وبي بستة وخمسة وسلب اتنين وتلاتة وبين ان الف زائد به بتساوي به زائد الف. هنا هنبين هلو ازاي? حنجمع الف زائد بح الف زائد بح تلاتة وستة تسعة آآ ستب واحد وخمسة اربعة اربعة زائد سلب باتنين بتنين وسفر زائد تلاتة بتلاتة. يعني نجمع ثلاثة و ستة تسعة سلب واحد و خمس أربعة و целب أثنين ٢٣ سفر و ثلاثة بساوثلاث به زائد ألف um分ى 6 و ثلاثة ستة و ثلاثة تسعة و خمسة و سلب واحد أربعة و أثنين سید رفعها حسابي و ثلاثة سفر و كيساوثلاثة يباً إذن ألف زائد به خالب mil من الخطوات امي بالإثبات الحسابي يعني حسبناهم بس عندنا الخاصية التانية يبقى اول خاصية اللي هي الانغلق تاني خاصية اللي هي الابدال تلت خاصية اللي هي الدمج الدمجة طبعا هنعرفينها بنستخدامها لما يكون عندي اكتر من اتنين يعني لتلت مصرفات او اربعة طبعا عشان نجمعهم لازم نكون نفس الردبة هنجمعهم ازاي هنجمع هنا اول اتنين وبعدين الناتج نجمعه على التالت او نجمع اخر اتنين وبعدين الناتج نجمعه على الاول وهذا كانت الف من صوفة بتسوي تلاتة وسلب واحد واربعة وصف وبابة بتسوي ستة وخمسة وسلب اتنين وثلاثة هلا ع calendرون هم الف وبابة بتوع النفس السؤال الاول وجيم بتسوي اتنين واربعة وسلب واحد وسلب ثلاثة بينا ان الف زائد به زائد جيم يسوي الف زائد به زائد جيم طبعا انا في الجزء الاول جبت الف زائد به اللي هاه تسع و اتنين و اربعة و ثلاثة اه تسع و اتنين و اربعة و ثلاثة خليج مع عليهم جيم الف زايد به اجبناها خليج مع اليوم جيم اللي هي اتنين و اربعة وسايد احد عشر اربعة و اربعة اثنين اثنين و سالب واحد اثنين زائد سالب واحد سايوا واحد فيا و السالب زائد سالب ثلاثة يساوي صح تبعلف زائد بي زائد جيم هيساوي احداشر واحد وتمانية و سوئ لت Chand aquí الآن باعتبر كده احنا جب execute الطرف الايام ال�那我們 سوف نجيب الطرف الايسار الطرف الايسار لازم نجيب الاول به زائد جيم اللي هو القوس بعدين هنجمعه على ألف اللي هو ثلاثة وأربعة سالب واحد و سفر هنجمع نابع به زائد جيم به زائد جيم به زائد جيم ستة زائد اتنين تمانية وخمسة زائد أربعة تسعة وسالب اتنين زائد سالب واحد يبقى سالب تلاتة وتلاتة زائد سالب تلاتة يساوي سفر بعد كده هنجمعهم مع وعدة تانية اللي هي ألف زائد به زائد جيم ثلاثة زائد تمانية أحد وعشر سالب واحد وتسعة تمانية أربعة زائد سالب تلاتة واحد وهي سفر زائد سفر يساوي سفر الله سهلا أن ألف زائد به زائد جيم بيساوي هلالطبع الدية اللي هي ألف زائد وجمعنا ال به والجيم بابا طبعا احنا هنا تحققنا من الخاصيتين اللي هما اللي بدالوا الدمج وابليها تحققنا من الخاصية الآيه الآن الغلاؤ الخاصية الرابعة خاصية المحايدة الجامعة احنا كنا نخذ في أول حاسة حاجة اسمها المصوفة الصفرية وهنا المصوفة الصفرية التي يكون جميعا نصيرها بساوي سفر وإما من نرمزها بالرمز أو أو مستطيل فاضي يعني مستطيل طبعا عندها بيرمز لشكل مصوفة المصوفة اقطب مكتوب على سهلة الصفوف وعمدة اقطب مستطيل للشكل وفارغة يعني كل عناصرها صفر فالف زائد المصوفة الصفرية بيساوي المصوفة الصفرية زائد الف بيساوي ألف على أساس أنها تكون محايدة من جهة اليسار ومحايدة من جهة اليمين كما المصوفة الصفرية هي المصوفة المحايدة الخاصية الخامسة هي خاصية المعكوس الجمعي أو النظير الجمعي اللي هي بتكون جميع نصرها معكوسات جمعية لعناصر المصوفة الأولى هنا المصوفة المعكوس الجمعي برمز لبرمز سالب ألف ألف زائد سالب ألف أو سالب ألف زائد ألف بتساوي المصوفة الصفرية طبعا عندنا هنا مصروفة اللي هي ثلاثة خمسة اتنين واثنين صفر سلب خمسة معكوسها الجامعي حيكون المعكوس الجامعي للجامعي العناصر اللي هو سلب ثلاثة سلب خمسة سلب اتنين سلب اتنين صفر خمسة مجموحة يساوي المصروفة الصفرية الله سهلا أنها كل الخاص بتاعة الجامع الأعداد سواء كانت طبيعية أو صحيحة أو طبفية كل الخاص بتاعتها ثلاثة الغلاق الإبدال الدمج المحايد والمعكوس الجامعي تعبعا نشوف تعريف اللي هي الطرح المصروفات بقول إذا كان كل من المصروفتين ألف وبه على النظم من مين ونون يعني لازم برضو في الطرح يكون المصروفتين من نفس الرد أو نفس النظم يعني شرط الجامع والطرح لازم المصروفتين يكونوا على نفس النظم لأن المصروفة الجيم اللي هي ألف نخص به يساوي ألف زائد المعكوس الجامعي لبه اللي هو سالب به حيث الجيم مصروف على النظم من فنون وسالب به هي المعكوس الجامعي للمصروفة به بالنسبة لعملية جامع المصروفة فأنت ممكن عندك تحول الطرح إلى الجامع أو ممكن تطرح عادي زي ما قلنا في الجامع بنجمع العناصر المتناظرة يبقى في الطرح نطرح العناصر المتناظرة طب أنا بقول لي إذا كان ألف بتساوي سبعة سالب أربعة وحد عشر ستة خمسة سالب واحد وبه بتساوي خمسة تسعة تنين تمانية سالب سبعة سالب تلاتة إذا أثبت أن ألف ناخص به لا يساوي بناخص ألف طب أنا هنعرفين من قبل كده أن الطرحة عملية غير إبدالية بس أنا عايزين نتحقق منها عايزين نتحقق أن ألف ناخص به عملية ليست إبدالية تعالي نطرح ألف ناخص به كده سبعة نعص خمسة سالب أربعة نعص تسعة سالب تلاتة عشر أحداشر نعص اثنين بتساوي تسعة هذا كده طرحنا العناصر المتنظرة في الصف الأول الصف الثاني ستة نعص ثمانية سالب اثنين خمسة نعص سالب سبعة بتساوي اثناشر خمسة نعص سالب سبعة تبعة اثناشر سالب واحد والسالب تلاتة بيساوي اثنين تعالي كده نشوف به هاقص على ها نبدأ بقى نصر به خمسة نعاق السبعة خمسة نعاق السبعة خمسة نعاق السبعة ممكن نكتب الصف الأول عناصره ونبعثها والصف الثاني عناصره ونبعثها يبقى كده التصف الأول واحده وصف الثاني واحده فهتظهر عندنا مظبوطة ان شاء الله خمسة نعاق السبعة هتكون سالب اثنين وتسعة نعاق السالب اربعة تسعة نعاق السالب اربعة هتكون تلاتة عشر واثنين نعاق السحداشر هتكون سالب تسعة بعد كده هنصل الصف الثاني تمانية نعاق السبعة سالب سبعة ناقص سالب سالب سبعة ناقص خمسة سالب اثنين سالب ثلاثة ناقص سالب واحد تساوي سالب اثنين طبعا واضح هنا ان الف ناقص به لا تساوي به ناقص الف طب حلال عسنة هل ينفع نقول ان الف ناقص به بتساوي سالب به ناقص الف يعني هل الجملة دي سعيحة الف ناقص به ساوي سالب به ناقص الف يعني هل لو دربت اي واحدة فيهم في سالب واحد هتساوي المصروفة التانية كده الجملة اللي انا كتبت تقديه صحيحة ولا لا الف ناقص به بالساوي سالب به ناقص الف طبعا هنا الجملة صحيحة لان الف ناقص به هي معكوس جمعي اللي به ناقص الف لو دربت اي واحدة فيهم في سالب هتكون بالساوي التانية على طور ناقص نشوف بعد كده عندي البيانة احنا كنا اخذين المرة اللي فاتت خواص او خواص المصروفات لو جينا نضرب بصوها في السابت يعني رقم حقيقي او عدد حقيقي بنضرب جميع عناصرها في هذا العدد يعني عندي هنا الف بتساوي اتنين سالب واحد سالب ثلاثة خمسة بيه بتساوي سالب واحد اربعة سالب اتنين جينا بتساوي واحد سالب ثلاثة وصفل وثلاثة اوجد المصروفة اتنين الف مع السلاثة بيه زائد اربعة جيم هنا عندي الخاصية فيها ضرب وآآ جمع وطرح عندي هنا اتنين الف مع السلاثة بيه زائد اربعة جيم سالب تعالي نضرب الف في اتنين كده الف في اتنين يبقى اتنين في اتنين باربعة اتنين في سالب واحد بسالب اتنين آآ سالب ثلاثة في اتنين بسالب ستة خمسة في اتنين بيه عشر نقص السلاثة بيه اضرب بيه في تلاثة يا الله بيه في تلاثة هتساوي سالب آآ تلاثة اتنين عشر ستة خمسة خمسة وفي تلاثة ويبقى سالب ستة بعد كده نضرب جيم في اربعة جيم في اربعة سالب اتنين عشر سف اربعة في تلاثة في اتنين عندي بيه ممكن استخدامي اما نتدمك ممكن نطرح وبعدين نجمع يعني اربعة ناقص سالب تلاتة يعني سبعة سبعة زائد اربعة يبقى سبعة زائد اربعة يساوي واحداشك بعدين هنا انا جمعته اربعة ناقص سالب تلاتة سبعة سبعة سايد اربعة سالب اتنين ناقص اتناشر حيكون سالب اربعة عشر سالب اتنين ناقص اتناشر حيكون سالب اربعة عشر سالب اربعة عشر زائد سالب اتناشر حيكون سالب ستة وعشرين. بعد كده سالب ستة ناقص سمنتاشر حيكون سالب اربعة وعشرين زائد صف هتكون سالب اربعة وعشرين. آخر عنصر عندنا الأنصر اللي هو في الصف الثاني والعمود الثاني عشرة نوع السالب ستة عشرة نوع السالب ستة بستاشر ستاشر زائد اتناشر بسبب ثمانية وعشرة كيف هينا استخدمنا الضرب والإيه الضرب والإيه والجامعة والطاح هادي سؤال تاني سهل يقول لي أودت قيمة المصوفة ثلاثة وسلب ثلاثة وصفر واربعة وخمسة واثنين وسلب ثلاثة واربعة خمسة وسلب واحد اتنين واثنين نبدأ هنا عملية طرح بشرة المصوفتين على النظم ثلاثة في اثنين يعني ده تلاث صفوف وها عمودية نبدأ هنا هنترح العناصر المتناظرة ثلاثة ناقص سلب ثلاثة بيسوي ستة ثلاثة ناقص سلب ثلاثة بيسوي ستة سلب ثلاثة ناقص أربعة بيسوي سلب سبعة صفر ناقص خمسة بيسوي سلب خمسة أربعة ناقص سلب واحد بيسوي خمسة خمسة ناقص اثنين ثلاثة واثنين ناقص اثنين يساوي سبب فيه بعد كده بعض الخاصة البسيطة على مدور المصروفة ويقول لي اذا كان قالب بتساوي سالب سبعة وصفر 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 وخمسة واربعة وسبعة وخمسة وبه بتساوي سالب تمانية واربعة وصفر وسبعة وصفر ستة وصفر خمسة اوجد ناتج العمليات الاتية ان امكان مع ذكر السبب في حالة تعذر اجراء العمليات عندي اول حاجة هنحدد ردبة كل مصروفة المصروفة الف على الردبة او على النازم اثنين في تلاتة والمصروفة به على النازم ثلاثة اول سؤال بيقول لي اوجد الف زائد ب الف زائد ب الف زائد ب غيء ممكنة يعني اه الف وبه مختلفتان في النازم الف اتنين في تلاتة وبه تلاتة اثنين لانهما مختلفتان في الايه النازم بعد كده عندي الف زائد به مدور الف زائد به مدور لو انا جبت اه به مدور هتب على النازم اثنين في تلاتة والف على النازم اثنين في تلاتة هتب ممكنة هنجمع الف اللي هي سلب سبعة وصفر وسلب خمسة اربعة وسبعة وخمسة زائد به مدور مدور المصروفة به حيب الصف الاول هو العمود الاول والصف التاني هو العمود التاني والصف التالت هو العمود التالت او الصف او العمود الاول حيب هو الصف الاول سلب تمانية وصفر وسلب ستة واربعة وسبعة وسلب خمسة نجمع العناصر المتنظر سلب سبعة زائد سلب تمانية سلب خمسة سلب خمسة وسلب ستة بصالب احد واشر. اربعة زائد اربعة تمانية. سبعة زائد سبعة اربعة واشر. خونسة زائد سالب خمسة. بعد كده عندي المطلوب التاني. الف مدور زائد ب. آآ طبعا عندي الف مدور هندور المسوفة الف. المسوفة الف على النصب اتنين في تلاتة. فالف مدور هتوبة ثلاثة في اتنين يعني فيها آآ ثلاث صفوف وآآ عمودية. بسالب سبعة وصفر وصالب خمسة. بتكون هي العمود الاول واربعة وسبعة. خمسة هي العمود الثاني. زائد به. هنكتب به. هي هي سالب تمانية. وهي اربعة وصفر وسبعة. وسالب ستة وسالب خمسة. بعد كده نجمع لعناصر المتنظرة. سالب سبعة وسالب تمانية بسالب خمستاشر. اربعة وربعة تمانية. وهي سفر وصفر وصفر وصفر. سبعة زائد سبعة وربعتاشر. وهي سالب خمسة زائد سالب ستة سالب احداشر. وهي خمسة زائد خمسة. آآ خمسة زائد سالب خمسة يسوي سفر. طبا نحلع السنة ان المسوفة الف زائد به مدور. هي المدور بتاعة الف مدور زائد به. يعني معنى كده ان الف زائد به مدور لو عملنا لها مدور. يعني المسوفة اللي هي الف زائد به مدور اللي الاولى. لو عملنا لها مدور هتكون بتساوي الف مدور زائد به اللي هي دي. يعني مدور المسوفة الاولى هو يدينا المسوفة الايه? التانية. بالف زاد بيل في كل مدوع باسعي الف مدوع زاد بيل مثالunu بعد ومع ذك토 عندنا مثال ثاني باقولanna اذا كان السين بتساوي سلب ربعها وسلب اثنين الصوت بتساوي خمسة وسلب ربع سلب اثنين وتلاتة وستة واربع والصوت بتساوي خمسة واحد وسلب سلب اثنين واربع وسلب ثلاثة وعين بتساوي سلب 2 وسلب 4 سلب 3 و 2 و 6 و 0 أوجد المصروفة ثلاثة سين مقصات زائدين ثلاثة سين مقصات زائدين طبعا عندنا خاصة المصروفات لو ضربنا الثلاثة في السين ونضربها في جميع عناصر السين نضرب ثلاثة في جميع عناصر السين بسلب 12 وسالب ستة تغرب 3 في 3 في 9 3 في 6 في 18 3 في صفر بيسوا самый صفر 5 في 4 10 ما الصد 51 سفر سلب 2 4 سلب 3 زاعد عين Schutz 2 4 3 2 6 3 دي هنا العناصر المتنزلة سلب 12 ناقص خمسة زائد سلب 2 سلب 12 ناقص خمسة سلب 17 سلب 17 ناقص ثمين سلب 19 سلب 6 ناقص واحد يلبس سلب 7 سلب سبعة زائد سلب 4 يلبس سلب 11 تسع ناقص صفر تسع زائد سلب ثلاثة ستة 18 ناقص صلب اثنين يبع عشرين عشرين زائد اثنين بيساوي اثنين وعشرين صفر ناقص اربعة بيساوي سلب اربعة سلب اربعة زائد ستة يساوي اثنين 12 ناقص صلب ثلاثة بيساوي خمستاشر خمستاشر زائد سفر يساوي خمستاشر طيب هنا احنا ضربنا السين في ثلاثة وبعد كده جمعنا العناصر المتناظرة سؤال الثاني بيقولي إذا كان ألف مصروفة بتساوي أربعة وثمانية وسلب ستة واثنين وسلب أربعة وثمانية وستة واثناشر وصفر وبه بتساوي اثنين سلب ستة اثنين أربعة سلب عشر وصفر سلب واحد ثمانية سلب أربعة لنحن نحن 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 بسالب 8 2 في 8 ب 16 2 في 6 ب 12 2 في 12 ب 24 2 في 0 0 نقص 3 به ثم نضرب جميع عناصر المصروفة به في 3 3 في 2 ب 6 3 في سالب 6 بسالب 18 3 في 2 ب 6 3 في 4 ب 12 3 في سالب 10 بسالب 30 3 في 0 3 في سالب 1 بسالب 3 3 في 8 ب 24 3 في سالب 4 بسالب ايه 12 بانا عندي هنا ضربة الالف في اتنين بضرب جميع عناصر الالف اتنين ضرب جميع عناصر الالف اتنين و ثلاثة به ضرب جميع عناصر به في ثلاثة وطبعا علامة السالب او الطرح لسه موجودة هنترح لعناصر المتناصرة تمانية ناقص ستة بسالب اتنين 16 ناقص سالب 18 باربعة تلاتين سالب اتناشر ناقص ستة بسالب 18 4 ناقص ستناشر بسالب تمانية بسالب تمانية ناقص سالب تلاتين يعني موجب تلاتين بسالب اتنين وعشرين سالب تمانية ناقص سالب تلاتين 16 ناقص سفر بسالب ستاشر 12 ناقص سالب تلاتة بسالب خمستاشر 24 ناقص 24 يساوي صف صف ناقص سالب اتناشر بساوي اتناشر بعد كده عندي سؤال مهم لانه عبارة عن في عمليات جمع او طرح وفي متساوية او مصفوفتين متساويتين هنا عندي بقول لي اذا كان اتنين جيه انا انا عامل اول حاجة هندخل الاتنين فى المصوفه الاولى وتلاتة فى المصوفه ثانية مصالب اربع او اربع او اربع فى المصوفه التال�ة هندرب اتنين ازاي ندرب اتنين فى جميع عناصر المصوفه هندبقى اتنين الف وستة واثنواشر واثنين دين مالك عندرب تلاتة في جمال عناصر المصروفة التانية تلاتة الف تلاتة دال تلاتة جيم وتلاتة في سربة اثنين بسالة بستة اربعة جيم اربعة في تلاتة باثناشر اه اربعة في صفر بيساو صف وهنا اربعة اجم بعد كده هنترح العناصر المصروفتين لما في الطرف الاي صف تلاتة الف ناس اربعة جيم وتلاتة دال ناس اتناشر وتلاتة جيم ناس صفر وتلاتة جيم زي ما هي وسرب ستة ناس اربعة اجم بعد كده هنساوي البصوفات بس هنبدأ بعنصر معين عشان يسهل الحل شوية هنبدأ بالعنصر اللي هو اتناشر ده لان اتناشر هنساويه بتلاتة جيم اذا جيم بساوي اتناشر على التلاتة يعني اربعة وبدأت بالعنصر اللي هو اتناشر علشان نحصل على قيمة جيم على طول بعد كده ممكن نشوف عنصر تاني فيه اه جيم برضه عشان يسهل الحل شوية ممكن ناخد العنصر ستة يساوي تلاتة دال ناس اتناشر ستة والعنصر تلاتة دال ناس اتناشر اللي هو العنصر المناظر له تلاتة دال هتساوي اتناشر زائد ستة تمنتاشر بعدين بالقسمة على تلاتة ومبدأت بتساوي ستة اه بعد كده هناخد العنصر اللي هو اه اه اتنين الف تساوي تلاتة الف ناقص اربعة جيم نجيب الالف مع بعض في جهة اه واحدة والجيم اه في جهة الوحدة يبقى الجيم هنا بالسالب هتروح الجهة اليومنا بالموجة تلاتة الف ناقص اتنين الف بيساوي الالف يبقى الالف هتساوي اربعة جيم الجيم احنا جابناها اصلا باربعة باربعة حتساوي اربعة فاربعة بستة عشر انا فاضل عندنا جاب ده يعني كده الجيم والدال والالف فاضل البي الاتنين بي اللي هي العنصر الاخير اللي هي تحت هنا اتنين بي هتساوي سالب ستة ناقص اربعة جابناها الالف بستة عشر سالب ستة ناقص اربعة فستة عشر باربعة وستين يبقى الاتنين بي هتساوي سالب سبعين يبقى البي هتساوي سالب خمسة وثلاثين يبقى البي هتساوي سالب خمسة وثلاثين وان ده سؤال حل وخالص لان هو جمعنا فكرة المعادلات اللي احنا كنا قضيناها الدرس اللي فات ودافة الدرس اللي فات وكمان اه درس الجمع يعني اخدنا معادلة في هاي جمع وطار وتساوي مصوفه عندي سؤال تاني اعطيني ما درس الجمع وسلم واحد وسلم اتنين وسلم ثلاثة وخمسة واربعة. او دي دي نصوفه اتنين الف ناصل تبه زيب خمسة جيب. هنجيب الاول اتنين الف دي ضرب بالالف واثنين هتبه اربعة و اه عشرة وسلم اتنين وستة وسلم تمانية واثناشر. دي اتنين الف ضربنا كل عناصر الالف في اتنين. نقل الثلاثة بي هنضرب كل عناصر بيه في تلاتة. سلم تناشر تسعة سبع عشرين سالب اه ستة وها خمستاشر. بضربنا كل عناصر البيه في تلاتة والسالب بره زي ما هي. زياد خمسة جيم اضرب كل عناصر الجيم في خمسة طب تلاتين. اه سالب خمسة سالب عشرة. سالب خمستاشر. خمسة وعشرين وعشرين. بعد كده هنجمع العناصر المتنظرة او نترحى لحسب. يا جمالة طرح. اربعة نقص سالب تلاتة سبعة. سبعة زائد تلاتين يسوي سبعة وتلاتين. عشرة نقص اتناشر. سالب اتنين سالب اتنين زائد سالب خمسة يسوي سالب سبعة. بعد كده سالب اتنين نقص تسعة يبقى سالب احداشر سالب احداشر زائد سالب عشرة سالب واحد وعشرين. ستة نقص سبعة عشرين هتوبى سالب واحد وعشرين. سالب واحد وعشرين نقص خمسة عشر هتسوي سالب ستة وثلاثين. كده سالب تمانية نقص سالب ستة يبقى سالب اتنين. سالب اتنين زائد خمسة عشرين هتوبى تلاتة عشرين. الاخر عنصر عندنا اتناشر نقص خمسة عشر هتوبى سالب تلاتة سالب تلاتة زائد عشرين هتساوي موجب سبعتاشر. يبقى هنا برضي فيها برض ويما وطر. سؤال تاني بقول لي ازا كان الف بتساوي اتنين وصالب واحد وصالب تلاتة وخمسة وعبيه بصالب واحد واربعة وستة وصالب اتنين. وجين بواحد وصالب تلاتة وصفر وثلاثة اوجب المصروفة اتنين عرفنا وصالب تلاتة زائد اربعة جين برضي فيها ضرب وجمع وطر. اضرب المصروفة الاولى في اتنين واربعة سالب اتنين سالب ستة وعشرة. المصروفة التانية بثلاثة ليه بيه في تلاتة او تلاتة بيه. سالب تلاتة اتناشر تمنتاشر. والسالب ستة. المصروفة الاخيرة اضربها باربعة اربعة في واحد باربعة اربعة في سالب تلاتة بسالب اتناشر. اربعة في سفر بيسوي صفر اربعة تلاتة. ونبدأ نجمع ونطرح. اربعة ناقص ثلاثة سبعة. سبعة زائد اربعة. احداشر. سالب اتنين ناقصي اتناشر بيسوي سالب. اربعة عشر وسالب اتناشر وبسالب ستة عشرين. سالب ستة ناقص سمنتاشر حتوب سالب اربعة عشرين. ما زائد سفر وبسالب اربعة عشر زينية. عشر ناقص سالب ستة عتوبة ستاشر. ستاشر واتناشر تمانية وعشرين. هنا عندي خاصية بيقول لي اذا كان الف مصوفة وبيه مصوفة او جد الف نخص بيه وبيه نخص الف فماذا تلاحظ? وتحقق من انا سالب الف زائد بيسوي سالب الف زائد بي. طبعا الخاصية دي تأثبتناها في الحصة. يبدأ الف نخص به. اتنين ناقص واحد سالب اي واحد. تلاتة ناقص اتنين بواحد. سالب واحد ناقص سالب تلاتة باتنين. اربعة ناقص سفر باربعة. خمسة ناقص اتنين تلاتة سفر ناقص واحد بسالب واحد. لو جبنا به ناقص الف. كل العناصر هتتغير علامتها. طب احنا هنترح واحد نقص اثنين. سلب واحد اثنين نقص سلب واحد سلب ترات ونقص سلب واحد بسلب اثنين وما هكذا. طب احسن ان الف نخص به. يعني معكوز جامد بها نخص الف او الف نخص به لا تساوي به نخص الف. اه هنا في خاصية تانية. عايز يحقق ان سالب الف زائد به بيساوي سالب الف زائد سالب به. هنجمع الف زائد به الاول وبعدين نضربها في سالب واحد. بعدين نجيب سالب الف اللي هو معكوز الجامع الالف. ونمعكوز الجامع البيه ونجمعهم مع معه ونتحقق ان الطرفين اه متساويين. ممكن ناخد ايه الخاصية التانية دي كواجب نحلها في البيت او نحلها لوحدة. اه في عندي بعد كده اه السؤالين واحد جامع واحد طرع. الساحلين كده نحضر بسرعة وكان ناخدهم كواجب برضو. اه ناخدهم كواجب يعني اه ناخد الف اللي مسألة جامعة بسيطة ومسألة به طرحة بسيطة برضو. ناخد السؤالين دول ايه اه واجب. اه بكده نكون وصلنا لنهاية الحصة. اه اشكرت الله على التفاعل معي. اعتمنى لهم التوفيق والتفوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.